كل ما تيجي تكل تفتكر تيجي ألامي إيه في الألام اللي تقلمها المسيح من أجلي الإهانات لحد دلوقت ما حدش بسق على وجه ولا حد لطمني ولا حد خرم لإيدي ورجلي ولا حد تعني بالحربة ولا حد سقان المر رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي إيه هو الخزي؟ العري يتصلب عريان زي ما آدم تعرّق ولكن كانت النتيجة إيه؟ فجلس عن يمين عرش الله إذا كان هو احتمل العار فلنخرج نحن إليه حملينا عارو وجلس عن يمين العظم يمين العظم يعني أقوى مكان أعلى مكان لأن الله غير محدود لا ليه يمين ولا شماء لكن كلمة يمين يعني أقوى مكان وهو قال لنا حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وبعد كده يقولك إيه؟ فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه حياته على الأرض كلها 33 سنة مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم إيه اليوم الحلو اللي شافوا يسوع عايز أسأل سؤال إيه المعجزة اللي عملها يسوع لنفسه اللي هو تقدله إمكانيات وإمكانيات مش محدودة لما صام أربعين يوم وجاع كإنسان لازم يجوع كإنسان لازم يعتش ليه مرضيش يحول الحجارة الخبز مرضيش يعمل معجزة نفسه مع العلم اللي كان بيكلمهم في الموعزة قعدوا معاه ثلاثة أيام قالهم لا اعطوهم ليأكلوا لألا يخوروا في الطريق يعني مش هين عليك الشعب اللي ليه ثلاثة أيام بيسمعك ما بيكلش وهانت عليك نفسك اللي ليها أربعين يوم ما تاكلش لم يصنع معجزة لنفسه لكن كان يجول يصنع للبشرية كلها خيرا للبشرية كلها خيرا حتى للي قطع بطرس ودنه اللي جاي يقبض عليه قال لبطرس رد السيف وخد الودن وشفهاله وفي الأخير أبضوا عليه أمر غريب جداً المفروض نتمثل بيه فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاوة متن لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم كل ما تيجي تكل افتكر تيجي اللي ألامي إيه في الألام اللي تقلمها المسيح من أجلي الإهانات لحد دلوقتي محدش بصق على وجشي ولحد لطمني ولحد خرم لإيدي ورجلي ولا حد تعني بالحربة ولا حد سآني المر ورغم كل ذلك يقول يا أبتاه اخفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون